اشتركوا في القناة ومفهوم الطرح ثم استعمال الاشارتين انا كام بانسهل ابني فهم هذا الدرس لانه الحقيقة اي طفل في البداية رح يجد صعوبة اي طفل في البداية رح يجد صعوبة في المفهوم بعدها انا نسهل له دائما بالوسائل وبابسط الامثلة اذا قريصات خشيبات اقلام كل ما لدي من وسائل نستعملها ونحاول اني ننو وننوه في الانشطة انا هنا مثلا كيف اطرح سؤال لابني نقول له هيا قم بعد القريصات اعدها نقول له هيا نقصه هيا نحذفه هيا نحي ونشرح له بكل الكلمات لكن دائما نركزه على كلمة انقص مام المرأة لولا اذا مفهم هاش مثلا قلت له نحذف النحي لازم نرجعه ونفهمه انه نقص انقصه هيا نقصه مثلا قريصتين اثنان اثنان نحي قريصة ونحي قريصة نقصنا قريصتين اذا كم تبقى هذه الكلمة كم تبقى من الكلمات ايضا مفتاحية لطفل يفهم من خلالها اللي رانا نطرحه كم تبقى المرأة الفائتة في الزائد قلنا كم اصبح اليوم نستعملو كم تبقى ولا كم بقية اذا كم بقية يحاودي عدها اذا بقية ثلاث قريصات يعني القريصات كانت كثيرة ونقصنا ونقصنا اذا نزيدو عدد اخر ونقلوا مثلا النوع المهم نتجوزوش عارفين اخوتي ما تتجوزوش لهذه المرحلة العاشرة هنا كم لدي لدي ثمانية ونقلوا هيا نطرحه هيا نقصه هيا نحذفه هيا نقصلي خمس قريصات هنا نحنى خمس قريصات كم بقية يعاودي يحسبهم يوجدهم ثلاثة هذا بالنسبة للقريصات والخشيبات بهذه الطريقة نستعملوهم او او عندنا نشاط اخر مثلا لدي ثمانية هكذا بهذه الطريقة لدي ثمانية ونكتبلو اللي هنا ستة ونقلو احذف الناقص والله احنا في التمرين نقلو اشطب اللي هنا نقلو نحي والله احذف الزائدة انا اقول لكم الناقص احذف القريصات الزائدة اولا احيقهم بالعد يوجدهم ثمانية نقلو لا احذف القريصات الزائدة رايح يحذف ويتركها ستة هذا ايضا النشاط نعتمد الان نذهب للنشاط للنشاطات اللي نعملو هالو على الورق لدينا النشاط الاول اشطب الزائد نعملو كما هذا الشكل كما راكم تشوفوا بورود اي الشكل اللي تحبو ونقلو وامامها راهي خمسة نقلو اشطب الاشياء الزائدة عن خمسة اولا راح يقرر واحد الرقم نقلو اذا يقوم بالهد ثم نقلو اشطب الاشياء زائدة عن خمسة وهنا اخواتي لانه هاد التمرين تكون كثيرا في التقويمات عود الطفل انه وهو يعود يضع نقطة هكذا خفيفة واحد ثنين ثلاثة أربعة خمسة اذا هنا اتي واشطب هاد الطريقة نفس الشيء راح يقوم بيها هنا نقلو اقرأ ما هو هذا الرقم يقول اثنان نقلو هيقوم بالهد كم لدي من نجمة يقول مثل اربعة نقلو اشطب الزائد اشطب الزائد يجي ويشطب الزائد اذا قبل ما ندخل للإشارة نزيد وندير نشاط آخر في الصحن ست حبات فراولة أخذت ليلة ثلاث حبات أخذت ليلة ثلاث حبات يعني في الصحن كانوا ثلاثة أخذت أخذت يعني خرجوا الحبات من الصحن نقصوا نقصت اللي هنا نقصوا لما نفهمنا بني أن الصحن يكون فيه فراولة لما أنا نهز أنا أخذ الفراولة هل تنقص ولا تزيد تنقص به دائما نبقى وندوره في هذه المصطلحات تنقص إذن كم تبقى كم تبقى إذن نجيو نشطبو نديو الحبات اللي أخذتهم ليلة هذه هما الأحبات اللي أخذتهم ليلة إذن كم تبقى في الصحن أو كم بقية في الصحن إذن بقتنا حب اثنين ثلاثة إذن أيضا نشط آخر دائما مع ليلة عند ليلة أربع حبات هذه هي ليلة عندها ربح حبات حلوة أعطت أعطت لسعاد هي اللي مدت لسعاد مدت لها حبتين يعني ثنين حبتين معناها ثنين حبتين حلوة إذن كم بقية عندها عند ليلة كده يبقى ولها أنت يكون عندك أربع حبات تمد الخوك ثنين حبات ثنين حبات كم بقية عندك هيا بالأصابع نحيو هذا أحسنتم إذن بقى الثنين إذن الآن نجي ونكتبلوا العملية إذن قلوا كانوا أربعة و نقصنا منهم نقصنا منهم اثنين ها هي هكذا نقصنا منهم إذنين ونكتبوا الآن يساوي يساوي إذنين وهنا كيف نكتبوها كانوا ست حبات أخذت منهم نقصنا منهم ثلاثة كم بقيت بقيت ثلاثة هنا من الأفضل أنه النوع شوية بهم تبقى الرقم والله العدد اللي طرحنا هو النتيجة بهم ترتبط في ذهن وهذا الشيء كأنه دائما الرقم العدد اللي طرحته هو النتيجة إذن هنا وش عندنا كانوا عندنا ست وردات هيا نحسبوهم وردة إثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة إذن عندي ست وردات لكن عندي ثنين وردات والله وردتين ذبلو وردتين ذبلت ذبلت وردتين إذن كم بقيت لدي من وردة أقوم بالعدد نقص ثنين ثنين راهم ذبلو إذن بقيت وردة إثنان ثلاثة أربعة هيا لنكتب العملية يا أطفال عندي أربعة عندي ستة هفون ستة ها هي ستة ستة هذه ستة ذبلو منها ثنين يعني نقصنا منها ثنين ها هي ناقص ناقص كم نقصنا ثنين ها هي إثنان وش تعطينا يساوي 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 أربعة بقوا أربعة بقية أربعة وردات بقوا أربعة وردات إذن نقراوها ستة ستة ها هي ناقص نحينا نقصنا ناقص وردتين ولا ناقص اثنين بقية أربعة بقية أربعة ستة ناقص اثنان يساوي أربعة أخواتي لنا لازمكم تكونوا حقين في بالكم باللي راح تدي معكم وقت مش فيديو نصوره في عشر دقائق هذا هو لا ننفهم بني بالوسائل بالعجين مثلا ندير له هذا العملية ككل بالعجين نكتب له ستة ناقص اثنان يساوي أربعة وهذا بالعجين عنده عدة فوائد راح يترسخ في ذهنه وكما قلنا سابقا الأرقام ما يكتبهاش معكوسة وهكذا إذن لازم يدي الطفل وقته هذا النشاط يكون في حصة وحدة أخرى خلاص يعني بعد ما يتمكن طفله كل شي نعمل له مثل هذه النشاطات نقل أربط هاي عندي واحد ستة أربعة ثنين وهذا راح موجود مثله أعتقد في دفتر الأنشطة إذن أحن قل أربعة ناقص اثنان إذن هذو هما أربعة هذو هما أربعة ها مربعة ناقص اثنان معناها نحي منهم اثنان ها نحي منهم اثنان كم بقية بقية واحد اثنان إذن هذه أربطها مع ماذا مع اثنان ها إذن عندي تسعة ها هي تسعة دائما أستعين بالخشيبات والقريصات واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة نقص منها نقص معناها وكأنني اشطبت منها ثلاثة ها اشطبت ثلاثة كم بقية واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة إذن أربطها مع ماذا مع ستة وبالطريقة هذه رح يكمل باقي النشاطات إذن أخواتي الفاضلات إن شاء الله نكون انفعتكم بهذا الانشاطة وقدتوا فكرة فقط وكرر ما نكرر من تكرار أن الطفل لازم يدي وقته لازم يدي وقته واستعين وبدأوها دائما بالقريصات والخشيبات ستسهل لكم إن شاء الله العمل إذن أخواتي نقولكم في أمان الله نلتقي